نحن الذي نتمناه من أنفسنا الآن نحن المسلمين نحن الشيعة ألا نخذل الزهراء كما خذلها الأنصار كان المفروض الأنصار يهبون بناءً على وصايا آبائهم وأجدادهم بناءً على الوصية المقدسة لرسول الله صلى الله عليه وآله يهبون لما سمعوا نداء الزهراء تستنجد بهم ولكنهم خذلوها وخاطبتهم عليها الصلاة والسلام اقرأوا في خطبتها الفدكية تخاطبهم بماذا تقول؟ تقول أيهم بني قيلة بني قيل من؟ قيلة بنت والأرقم أم الأوس والخزرج تخاطب الأنصار الأوس والخزرج أنتم لعندكم ميثاق الأنبياء من آبائكم وأجدادكم بنصرتنا والذب عنا آخرتها هذه أيهم بني قيلة أهضم وأنتم بمرأة مني ومسمع ومنتدى ومجمع تشوفون ما الذي حل بنا أهل البيت وأنا أهضم وأنتم لا تحركون ساكنا الأوس والخزرج الأنصار إلا من عصم الله وما أقلهم قل من الأنصار وآحمد الجابر بن عبد الله الأنصاري مثلا رحمة الله عليه هؤلاء نصروا أهل البيت نصروا الزهراء تاليا لكن البقية خذلوا إخواني خذلوا الزهراء أنا لا أريد لأمتنا أن تقع فيما وقع فيه الأنصار رجاء ما أريد أن تبقى الزهراء غاضب علينا أيها الإخوة خاصة نحن الذين نقول نحن شيعة الزهراء نحن أتباع الزهراء يفترض أن نثور للزهراء عليه السلام نثور نقول قسم يا زهراء سنثأر ننتصر لها ممن ظلمها كل من ينظر اليوم للسكوت عن ظلمة الزهراء والمعتدين على الزهراء خائن للزهراء كل من يجعل قضية الزهراء وفضح أعدائها والتنديد بهم وتعريتهم حتى ينكشفوا على حقيقتهم الخبيثة أمام الناس كل من يجعل هذه القضية قضية غير محورية قضية يدعو إلى تناسيها أو تأخيرها في جدول الأولويات ويقول الآن الساحة مو ملائمة ما أدري لازم نخليها القضايا ورانا هذه المسألة الثير الطائفية هذه كذا هذه كذا هذا خائن للزهراء خائن إحنا ما عدنا أعظم من الزهراء ما عدنا والزهراء نادتنا بالنصرة نادتنا لبيك يا زهراء لبيك يا زهراء لبيك يا زهراء الزهراء تستنجد بنا لا نعطي مبررات للقعود مثل ما قالها الأوس والخزرج مثل ما قال الأنصار أم كان عندهم مبررات واحدة من مبرراتهم شنو؟ خوف الفتنة قالوا ما نريد فتنة تصير بين المسلمين نريد نحافظ على الوحدة الإسلامية الزهراء ردت عليهم في خطبتها ماذا قالت؟ ابتداراً زعمتم خوف الفتنة ألاف الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لتقدم أعذار مبررات ولا يضحك عليك هؤلاء من عمائم العفونة والنكارة والخبث والبترية الخبيثة اللي يقدمون لك هاي المبررات لا 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 فتنة لا تحجي لا تدافع عن الزهراء لا تقدح في أعدائها هذه فتنة تسبب رد عليهم بنفس منطق الزهراء أنت خلي منطقك زهرائي قل ابتداراً زعمتم خوف الفتنة رد عليهم بمنطق الزهراء عليه السلام الزهراء طالبتنا أن نفضح أعدائها ونجاهدهم تمثلت بقوله تعالى وهي تشير لأبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح في خطبتها قالت فقاتلوا أمة الكفر يعني أنطت فتوى الجهاد مو فتوى السستاني هذه فتوى الزهراء قالت جهاد جهاد لأبي بكر وعمر أنت تقوم تتخلف تخذل تخذل نبيك هنا ترجمة نانسي قنقر